وهنا انا حابب بتكلم في نقطة معينة ان البرنامج ده مناسب جدا للناس اللي بتخاف على خصوصيتها الناس اللي بتخاف تودي التليفون بتاعها لفن السيانة لربما ياخد باك اوب من محطات التليفون بتاعها قبل ما ينزل السوفت وير وهنا انا مش بقول ان فنين السيانة بيعملوا الكلام ده انا بتكلم عن مخاوف بعض الناس اللي بتحب تعمل حاجتها بنفسها في ناس منكم اكيد فهم قصدي ازاي نعمل فرمات لهواتف الاندوريد ونتخطى افل الشاشة بعد نسيان كلمة السر او النمط وشرح النهاردة ان شاء الله هينطبق على كل الانواع اللي بتشتهل بنظام الاندوريد زي سامسونج زي شاومي زي اوبو وكل الاصدارات ان شاء الله اللي بيميز بقى شرحنا النهاردة انك مش لازم تكون فاكر الاميل اللي كنت مسجل بيه دخول على التليفون بتاعك قبل ما تعمل ضبط مصنع لان انا كنت عملت فيديو قبل كده واحد من اكبر فيديوهات مشاهدة عندي على القناة وكنت بشرح فيه ازاي تعمل ضبط مصنع على التليفون بتاعك وتتخطى افل الشاشة والطريقة طبعا شغالة كويس جدا ونجحة لكن في ناس بيقابلها مشكلة ان هي ناسية الاميل او ناسية البسورت اللي كانت مسجلها بيدخول على الموبايل بتاعها قبل ما تعمل ض ضبط المصنع فبيقفوا عند النقطة دي باك التاني ان احنا مش محتاجين نكون فاكرين الايميل ولا البسورت بتاعه معنا برنامج حجمه صغير جدا هنحمله ونثبته على جهاز الكمبيوتر بتاعنا وبعد كده بنوصل التليفون بتاعنا بجهاز الكمبيوتر عن طريق كابل اليو اس بي وبنشغل البرنامج على جهاز الكمبيوتر وهو اللي بيقوم بعمل اللازم كله رابط احميل البرنامج هتلاقي موجود سند الوصف وموجود فاول تعليم مسبت ويلا مع بعضينا نقود تجربة عملية ونشوف هنعمل الكلام ده ازاي هنحمل البرنامج بالموقع الرسمي هنقول له هنا تجربة مجانية نظام دي جهاز ويندوز بتوفر بعض دول الماك فتح المجلد ونثبت البرنامج انستول خلاص كده اكتام عن تنصيب البرنامج هنقول هنا ستارت البرنامج طبعا مدفوع وانا معي ترخيص البرنامج فهضغط على رمز المفتاح عشان ادخل الاميل ودخل رمز تفعيل دي واجهة البرنامج ممكن نغير اللغة بالضغط على تلات شورة دول ونختار منها ونخليه باللغة العربية بالشكل ده انا دلوقتي بالنسبالي هعمل ازالة افل الشاشة هضغط على اكونة دي بالشكل ده وهنا بيقول لي انا ممكن ازيد افل الشاشة لمعظم اجهزة اندرويد وممكن ازيد افل الشاشة بدون فقد البيانات من غير ما تفقد البيانات بتا تحتك فانا هضغط على الايقونة دي كده وهنا بيقول لي احدد معلومات جهازك هو طبعا سامسونج واختار التراز لو لديت الموديل بتاعك هنا خير ما قلتش الموديل بتاعك يبقى كده هنضطر ان احنا نروح للخيار التاني تمام لان انا ما قلتش الموديل بتاع هنا فاعمل رجوع للخلف علشان اختار ازالة اهل الشاشة لمعظم اجهزة الاندرويد لسامسونج الاوبو الشاومي لاي جهاز بيشتغل بنظام الاندرويد انا ضغط على الايقونة دي بالشكل ده وهنا بيقول لي وصل للتليفون بتاعك بجهاز الكمبيوتر اوكي تمام ادي الكابل بتاعي وادي التليفون وصلنا تمام ارى معي تمام هقول له زالة فورا سيتوقدي ازالة لكلمة مرور افل الشاشة الى همسح جميع البيانات الموجودة على الجهاز هل انت متأكد نعم اريد المتابعة انا بقى اجيب لي شوية تعليمات اعملها علشان ادخل في وضع الرقافة تمام بناعمل ايه بنضغط على زرار الباور بالشكل ده تمام الموضوع ده انا شرحته قبل كده في عندي هنا تلات زرايط في زرار الباور وفي زرار تعليط السوت وتوطيط السوت الاول بضغط على زرار الباور مع توطيط الصوت ضغطه مستمر لحد التليفون ما قامل رستارت تمام بالشكل ده ادي الباور مع توطيط الصوت ضغط مستمر التليفون بتاعي افل في الأول أنا مكنتش عارفة للتليفون دلوقتي التليفون بتاعي افل كلام جميل طيب دلوقتي بقى هدخل على وضع فبغط على زرار الباور مع تعليق الصوت الأول كنا بنضغط خفض الصوت مع زرار الباور دلوقتي هنضغط تعليق الصوت مع زرار الباور ضغط مستمر برضو لحد ما يدخلني على وضع الكافة ريموت مش هشيل ايدي لما يدخلني على الوضع كلام جميل لحد هنا كده تمام ونكمل مع بعضين الشرح كده احنا وصلنا للخطوة رقم 5 دي نفس الشاشة اللي على البرنامج اي نفس الشاشة اللي على التليفون اقوله التالي وبعد كده يبقى يختار فكتوري وريسيت هنزل بزرار تعليق الصوت او توطية الصوت تمام تعليق الصوت او توطية الصوت هم اللي بيطلعوا فوق وبينزلوا تحت بالشكل ده تمام ادي فكتوري وفت عليها وبعد كده يختار بزرار الباور اضغط عليه دقطة وعدة عشان يختار الابشن ده وبعد كده بقول لي انت هتعمل مسح لجميع الداتا اللي موجودة على الجهاز هنزل بالسه عشان اختار الابشن اللي بعديه اللي هو اعطي الضبط تمام واضغط على زرار الباور دلوقتي بيعمل اعطي الضبط مصنع معايا تمام تمام هنا وصلنا برضو لنفس الشاشة اللي موجودة على البرنامج هي نفس الشاشة اللي موجودة على التليفون هنقوله التالي نجح في ازال الكلمة المرور وبعد كده هعمل بزرار الباور برضو علشان التليفون يفتح معايا ونشوف فعلا بقى شال كلمة المرور ولا لأ وهيطلب مني الايميل ولا لأ الشاشة دي بتطول شوية وهو واقف على شعار سامسونج نصبر عليه شوية ونكمل مع بعضينا كلام جميل اختار من هنا اللغة اختار اللغة العربية تقريبا تحت تمام ادي العربية موافق بد دي قد قرأت كل ما ورد اعلى التالي هنا بقول لي اربط مع الواي فاي اوكي تمام هدخلك الواي فاي هدى الشبكة تحت توصيل التالي انا جايب لي بقى بقول لي اما ادخل بني اما ادخل حساب جول اضغط الحساب جول بالشكل ده وهنا انا ناسي الايميل بتاعي تمام هروح للبرنامج واضغط على ازالة افل اف ار بي اضغط عليها بالشكل ده وبعد كده احدى على جميع اصدارات اندرويد لو انا عارف الاصدار احدى ده مش عارف الاصدار اختار جميع اصدارات اندرويد اقوم بزلاته على الفور هنا بقول لي ارجع لشاشة البداية اوكي نرجع لشاشة البداية تاني اقعد شاشة البداية واختار مقلمة الطوارئ ونطلب الكود اللي بقول لنا عليه نجمة شبك زيرو نجمة شبك فتحنا الصفحة دي تمام وبعد كده هنا هقول له التالي في البرنامج نجيب بس الشاشة كده شوية التالي جاري ازالة افل جوجل يرجى الانتظار وننتبه مع بعضنا كده على التليفون نشوف اللي بيتام برضو هل تريد السماح نعم السماح لهذا الكمبيوتر سماح السماح التليفون بتاعي دخل على الضبط تمام والبرنامج بوسط تسعة وتشعين في المية تم تزالة جوجل لوك بنجاح تمام ندخل بقى كده على التليفون ونشوف اللي بيتام اشتاله لقى التليفون افعل وفتح تاني كده خلاص انا مش محتاج البرنامج في حاجة قدى وظيفته شكرا ودي التليفون جاري تشغيل نظام اندرويد زي ما انت شايف كده فتح معي التليفون مباشرة من غير لباسورد ولا نمط ولا حساب جوجل ولا اي حاجة ولحد كده انتهى الفيديو بتاعنا لو عجبك الفيديو ما تلساش تدعمنا بلايك على الفيديو ورابط تحميل برنامج موجود سند الوصف وموجود فول تعليق مسبت اشتركوا في القناة